اشتركوا في القناة الاخطاء في الغرس ونتناولها مع الخبير الزراعي ابو جاسم السلام عليكم عليكم السلام يحفظك اريد تبين لمتابعي قنواتنا الاحبة شنو الاخطاء اللي يقع بيها بعض الفلاحين او بعض الهوات في غرس الفسيل ايه تفضل وبسببها يموت الفسيل من الاخطاء ايه طبعا احفرون حفرة عميقة لحيث اللي هنا للسعب للقلب القلب الفسيل ها يحفر لها يعني حفرة غميجة اكثر من اللازم اكثر من اللازم ووصلها للقلب مالتها للقلب هنا فهذا راح يظل بالماء مشنور السيرخيات فيه خيس تأصير بيها تعفون طريقة صحيحة نعم انه يقيس ثلث ثلث يخليه بالطراب السيرخيات ثلث من النمذ الهناية هذا بالتربة اها والبقية طالع ثلثيا طالع بالأعلى يعني مع مراعات زرع عمالتها والتربة والسقي الدائم نعم حتى تم الانبات ان شاء الله نعم ابو جاسم بعد اكو اخطاء يعني يقع بيها الفلاحين طبعا اكو اخطاء كثيرة من ضمنها الاخطاء ذكرناها قبل شوية اي والخطاء الاخر اي انه لفل الفسيل بالحلفة او بقواني مع الشفاص يعني شنو لفهم هو صحيح لا صحيح هو صحيح لفه صحيح بس شنو لازم بعد واحد يحول هذا او شيلة يرفعه حتى ما يتجمع ماء الامطار ما شنو ويخيسه زين يعني انا مثلا هسا نفرض زراعت بالربيع اي شوكت رفع الخيش هذا او اللي اللي لفيت بي قلب الفسيلة شوكت رفعه مثلا بالخليف بالخليف يبتم الانبات والحر يروح مثلا ها ها فترة الحر صير جو زين المعتدل بالخليف انت تقصد يعني تقصد من يجي المطار يتجمع المطار والميحة والقلب النخلة يبقى وشي سبب يسبب الى خياس يعني تعفونات تعفونات خياس وبالنتيجة يفشل تفشل الانبات صح هذا ايضا هذا صحيح يا ابو جاسم بعدك اخطاء من الاخطاء الاخرى ان يبقون السعف السعف الفسيل اللي بقونا هذا اللي بقو رح الهوى يحرك الفسيل اللعات شي سوي زبرة مثل ما نقول هالشكل ايه هالشكل وضعية هذه واذا بقى السعف شي سوي يحرك الفسيل يحرك الفسيل يحرك قلبها يعني نعم فسيل تتحرك او اي اي نبات اي شتلة اي المفروغ واحد شوية يخليها في المكان او يخلي الهبط سعفات فيش نسمها حتى ما يحرك هالهوى خاصة في بداية الزرع نعم والخطأ الاخر انه الفسيل نفسه هو ب اه فسيلات صغار اصغار افراخ يصير اندائر مدائر هذا نعم هالشكل نعم فهذا الفلاح يستضمع بيهن فيخليهم كلهم يزراح من الفسيلة يزراح من الفسيلة فهذا يمكن احتمال الفسيلة تموت هنا يبقى بالنسبة لها النيل ليه شيء شاركنها بالغذاء بجاسم بالماء والغذاء كل شيء نعم يعني يضعفها او الجوز تموت او هنا يشوفها نعم يعني يفترض ان يزرع بوحدها ممنون ايه استاد بعدهم اكو اخطاء من الاخطاء الاخرى انه عنده زراعة الفسيل ايه يخلي من الحفرة مالتا ويغطي بالتراب بدون ان ندك التراب مالتا التربة ميدوك يخليها يشي منفوش مثل ما نقول فهذا راح عبر الهواء والماء وش اسمه يصع تتعفن في قاعدة الفسيل احنا جوه اهه جوه في قاعدة الفسيل جوه تتعفن ما ادي الى موت الفسيلة مائطرح يصير النبات غير صحيح صحيح يعني لذلك لازم علي اني شي سوي يدك التراب شوي يدوس برجلية ها مشاهدين لازم تدتشون التراب اللي داير مداير الفسيلة وتنطونها ماء حتى تخرج شنو الفقاعات الفقاعات حتى تنجح الفسيلة مسافة قصيرة كان تكون مترين ثلاثة اربعة فهذا خطأ رح تشابك الاخصان من التوسعات تشابك الجذور من الاسفل نعم الصحيح انه يكون المسافة سبعة امتار هذا سبعة امتار بين فسيل وفسيل بين نخلة ونخلة ليش سبعة ابو جاسم لي حتى شوية ما تشابك الاخصان والاشجار والجذور سعفا يمكن يستغلها بغير شغلات يقدم لها خدمة اذا كل مترين زارع لنخلة خدمتها وانتاجها وضعفها ما يحسب هاي الفسيلة تكبر نعم اي سيضعف الانتاج بالنسبة للمخيم يعني ثمرها وجذحها مو شي يصير مو بعد من الاخطاء بعد من الاخطاء انه المزارع الفلاح نعم يجيب فد شتلات صغار بعمر صغير يعني بعدهم صغار ما يتحمل بانه تتحولها من يم الام قصدك فسلان ابو جاسم احنا نتحدث على الفسيل فسيل صغير يكون اي هذا خطأ يجب ان يكون الفسيل الناضج مثل ما يقول اي ناضج بعمر مناسب ونشطة مثل ما يقول ما بها فضعة وش اسمها اي والشي لعمالتها ايضا يكون صحيح خليعرف مشاهديننا العمر الصغير شقد عمرها اقل من شقد يعني سنتين فمادون اي يكون هذي الفسيلة تكون غير ناجحة مناجحة لازم تتجاوز ثلاث سنوات ثلاث سنوات اربعة زينة صح اي من الاختاء الاخرى بانه الفلاح يلبي الفسيل بلقاء ما ينظم ماكو نظام ماكو نظام بالري استقمالته خاصة في فترة الصيف الصيف يراد مي يراد مساقها للفسيل حتى يتم الانباط بصورة صحيحة صح ابو جاسم حتى المثل العراقي يقول كل شي بالحظ والبخات بس النخل بالماء كل شي بالحظ والبخات بس النخل بالماء هذا مثل عراقي مشهور كل العراقين يعرفونا ابو جاسم بعد اكو اخطاء بالنسبة لزراعة الفسيل اكو اخطاء بتلقيح النخل النخل نفسه ايه تلقيح ما يصير بصورة صحيحة مثلا نجيب فد لقاح من فحل مثل ما يقول ذكري ايه غير ناضج او ردي وما بي هذا الطوز او الطحين سميه حبوب اللقاح شلون نعرف ردي ما بي الطحين هذا الطوز الابيض ما بي بودر ايه هذا البودر الطحين الابيض هو هذا بيها حبوب اللقاح زيق وبعدين ايه جيب اللقاح من الفحل بانه ما مشاقق هو شق بالشلاب وبالستين ايه منفق مو ناضج ما بي عبار هذا الطوز اي والنخلة النخلة ايضا نفس الشيء همينا اه لازم نشقق هي ذاتيا يكمل وشقق ذاتيا زيان انا شايف انا شايف هو بالشلاب وشقه لا هذا خطأ 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 بعد الوردة ما ناضجة يعني مثل الانسان بالضبط يصير واحد بعدها ما ناضج ايه ما ناضجة فهذا ما واصل مرحلة هذا خطأ نعم ايه ادي بصورة صحية زيان ايش قد الفترة المسموح بها بالنسبة للتال ايش وقت يلقح المظبور يومين ثلاثة بعد شقق هذي غلاف مالتها يلقحها نعم نعم اه ابو جاسم احنا احنا ومشاهدين نطمعانين بعد اذا عندك معلومات ضيفين ترى زكاة العلم نشرة ايه ايه اكو بعض الاخطاء الاخرى نعم ولا هو سبحان الله من الله سبحان الله قلة انتاج وازيادته نعم الاخطاء بانه مخطأ وانه يصير هذا ايه انه عندما تمطر وهو لقحها بعد تلقيحها بفترة قليلة ايه هذا راح يدي الى ضعف الانتاج وتساقط هذه الحبوب حبوب اللقاحة والطوز او الفاودر مالتها بس اذا مضى ست ساعات بعد التلقيح فهذا يزين يعني يعني هس مثل لنا فرض الآن اليوم لقحت ووقع المطر الفترة ست ساعات ماشي ست ساعات يعني صحيحة ماشي بس قبل ست ساعات لازم يعيد عيد تلقيح مالة واذا ما يعيد يعني هذا يعتبر خطأ وقلة بالانتاج نعم نعم ايه ابو جاسم من الاخطاء الاخرى بالنسبة للنخيل نعم تطلع مالتها قسل من النخل النشط فيطلع اكثر من اللازم هواية مثل ما يقول نعم مستعاش عشرين عذق ايه اكو صح ايه هو الطريقة الصحية انه يخلي لكل عذق ثمان ساعات ثمان ساعات للعذق واحد ولا النوع الردي من ساعات ايه شون ساعات خضر يا بساك لا لا خضر 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 ساعات خضر لكل ثمان ساعات للعذق زياد ايه والعذق الموزين الردي المضروب مثلا المتفحم يقص حتى يكون انبال صحيح حتى ما يكون الثمر ماته صغيرة ورديئة زياني خليهن العذوق يصير من صفحة وحدة لا لازم يساويهن يوازنها عنا خلال من كل الجوانب تكون اه ابو جاسم طبعا بنهاية اللقاء انا اشكرك شكرا جزيلا على هاي المعلومات المستفيضة اللي بيانتها لمشاهدي قنواتنا ممنون جدا انا يعني عوضا عنهم اشكرك واحنا نشكر نشكركم نشكر جماعتنا المشاهدين ايضا بارك الله ونطلب بمهم انه نطلب بانه التزمون بهذه التعليمات حتى يكون انتاجهم وفير ويكون تعبهم ويروح بلاج حرامات يعني مثل ما يقول ان شاء الله اي وموفقين وكل خير ان شاء الله بارك ابو جاسم انت مثل ما تدري بلدنا كان في صدارة الدول في انتاج النخيل يعني التمور في انتاج التمور وتدري عندنا يعني بحدود خمسمائة نوع وملايين كانت ملايين النخيل وتدري الان وضح هشلونه نعم فالريد من يعني انت هم توجه في رسالة والله مع الاسف يعني صار احمال بالبساتين وخاصة البساتين النخيل كانت ملايين ملايين عندنا وكانت صدارة العراق بالنسبة للتمور نعم ومعامل مشتغلة بالبلد اي بس مع الاسف يعني الانتاج مذاك الانتاج تصدير ماكو القبال على الانتوج هذا المتوج التمر ايضا مذاك القبال فان شاء الله نتعمل انه يكون الانتاج احسن وتوجه الحكومة لهذا القطاع المهم نعم والله احنا كذلك نوجه رسالتنا الى الافراد لان الامة هي متكونة من الافراد انت مثل ما انت تهتم وانا اهتم وغير احنا ندعو الجميع للاهتمام بهاي الثروة المهمة وهي يعني الحقيقة من ثمار الجنة هاي ممنونين ويبارك الله بك حفظك ويعزك بارك الله بك اشتركوا في القناة